السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد على القناة كانت من نلقاكم في احسن صحة وعافية موضوع الفيديو تحت الطلب ديال المشتركين غيكون على الفرق ما بين الضالة الاكتس اسمانا في المغرب اللي هما الضالة البلان و الضالة ديال الوردي الاسم الحقيقي اوغدي ولكن جرت العادة اننا كنسموها الضالة ديال الوردي والضالة العادية اللي بالبيطان فاخليكم معي باشتعرفوا على جميع التفاصيل مميزات والايجابيات ديال كلها نوع وكذلك التكلفة ديال النوعين بالنسبة للضالة العامرة او ضال بلان هي اللي كانت الاكتر استخداما في المغرب يعني اغلب المنشآت والمباني في المغرب كانوا كيتخدمو بهذا النوع من الضالات رغم ان الضالة ديال الوردي كانت متوفرة اه في المغرب منذ اكتر من 40 سنة ولكن مؤخرا وقع العكس يعني ولا توجه بشكل كبير الطالة ديال الوردي وبقات هاد الطالة بلان نهير في بعض المنشآت الخاصة وكذلك في بعض الاجزاء من المنزل فاشنو اللي يخلى الناس يتوجهو الطالة ديال الوردي ويبعدو شوية على هاد الطالات اللي كيتسمو ضال بلان اه في الاول غدا نقربكم من طريقة كيفاش كتخدم هاد الطال بلان فكيكون واحد الكوفراج ديال الخشب بعد الكوفراج كيكون الحدات يصوب الحديد على حساب عشنو عندو في البلان ديال الحديد فالحديد كيتخدم على شكل مربعات والمسافة ما بين هادوك المربعات والديام اتخذ ديال الحديد كيكونوا موضحين في البلان ديال الحديد من الحدات كيصوب الحديد كامل ديال الطالة تتجي المرحلة ديال الكولاج يعني كنكبو الخاليط ديال البيطان الرملة والكايس والسيمة اما كيتخدم يدويا او كيكون كيتشرة جاهز السمك ديال هاد الدالة كيكون اه في حدود عشرين سانسين وبالنسبة لطريقة للخدمة ديال الدالة ديال الوردي فكيكون ايضا في الاول الكوفراج ديال الخشب ولكن لاحظوا معيات يكون واحد الكوفراج هو اخفيف ما كيكونش الكوفراج بحل اه ضال بلان اللي خصنا صوبو واحد القالب خشبي يعني كتكون كمية كبيرة الخشب هنا كنديرو فقط واحد الخشب اللي غي هزلنا الحديد كنستفو فوق منو البوترينات ومبيل البوترينات كنستفو الوردي هتشوفوا معيات الطريقة بالفيديو باش تعرفوا على اكتر بالنسبة لهاد الوردي فالطريقة ديال تستافو النوعي ديال الوردي كتكون موضحة في البلان ديال الحديد وكذلك هذك الفون دويات اللي كيخدم الحداد كيكونوا موضحين المكان ديالهم والحديد اللي هيتخدموا به كل شي كيكون في البلان من بعد ما كيتخدموا الفون دويات وكيتحطوا البوسيناس في المكان ديالهم كيجي المعلم كيستفو الوردي بابيل البوسيناس بهاد شكل يعني العملية كتكون جدا بسيطة وما كتاخدش باقس كتير مقارنة معها البلان للاحظوا معي اه ضال البلان عنده واحد الكوفراج اللي هو بخصو يكون صحيح في واحد المعدات اه كتيرة وتقنيات عالية باش ممكن نحقق واحد الكوفراج اللي يكون مزيان ويزلنا تقول ديال 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 ديالة اما بالنسبة للضالة ديال الوردي فهي كتشرة جاهزة كنعطينا البلان للشركة وكتعطينا اه البوسرينات والوردي على حساب اشنو كين في البلان اه المعلم سياخد شوية دلوقت فادوك الفندوية فقط اما طريقة والكولاج من بعد فكتكون سهلة اذا في مقارنة بما ان الضالة بلان غا تحتاج واحد الكوفراج اللي هو صحيح فيه معدات تقنية عالية غا تحتاج ايضا كفاءة كبيرة من طرف العمال واحد الفريق ديال العمل اللي هو كبير اه اه غا تطلب لنا بطابعة الحال واحد الوقت اللي هو كبير خلال عملية الانجاز وكذلك من بعد من صوبها خاصة مدة طويلة وهي في الكوفراج قبل ما نحيدوا للكوفراج ديالها وهات الشيء غا يخلي اه الكفاء ترجح عن الضالة وردي غا يختروها الناس اللي سهولة ديال العمل ديالها ولي المدة ديالها اللي هي قصيرة في الانجاز هنيا كتشوفوا معي المدة التقريبية ديال الانجاز كل دالة هكا باشتغطوا فكرة على الوقت فبالنسبة للدالة ديال وردي كتتاخد لنا واحد فاسل ثمانية ساعة لكل متر مربع وبالنسبة للدال بلان كتتاخد لنا جوش فاسل اربعة ساعة لكل متر مربع اه بالاضافة لعام الوقت كان ايضا عنصر مهم اللي كتدخل في تحديد اشمن ضالة غنخدمو بها واللي هو التكلفة فبالنسبة للتكلفة اللي لاحظوا معي اه ضالة ديال يعني ضال بلان كتتاخد واحد كمية كبيرة ديال الحديد اه بالاضافة ان انا كان عمرو عليها بالبيطن والسمك ديال هتي يكون عشرين سنتيم يعني هديك عشرين سنتيم كاملة beesتاع مربع resist here can be paid for usually i bin visa, مني قلقة و oderdee فبالنسبة للدالة ديال وردي نشريها جاهزة دوك الفوندوية ديال الحديد لي كي خدمون مع المعلم فاعل ما كان ولكن ما كي شفro حديد مقارنة انا ضالة سنتيم اليال بلان و بالنسبة للبيطن فكنك مخصص 5 سنتيم ديال بلان ههي الي يحسبنا مغاسك 5 نتيم ما غازك تكون كثار لانا grandchildren لانا هنا عمرو دوك الفوندويات Bruno and verofhi مبيل الوردي يعني تقريبا كتاخدنا من عشرة حصل تناشر سانسيم ديال البيط اللي حسبنا دوك الفراغات اللي غنعمره. فإذا التكلفة ديالة كسكون اقل. آآ غنعطيكم فكرة على التكلفة بالنسبة لكل دالة. فبنسبة للدالة ديال الوردي التكلفة التقريبية ديالة هي تلتمية وعشرة دراهم لكل متر مربع. وبالنسبة للبلان فالتكلفة في متوسط كسكون ربعمية وعشرين دراهم لكل متر مربع. هذه التكلفة غير شاملة للمصاريف نقل المواد الى عي المكان. ان شاء الله غنزل لكم فيديو مفصل على الضلط ديال الوردي. الانواع ديال الوردي وتكلفة دياله. وكذلك على البيط والانواع دياله يعني الجاهز واللي كيتحضر في عي المكان من طرف العمال. الفرق بيناتهم والتكلفة دير كل حاجة. ان شاء الله في فيديو خاص. إلا بغن نضيفوا الإيجابيات ديال الضلط الوردي قبل ما ندوزوا نشوفوا السلبيات ديالها غادي نضيفوا لها العنصر ديال العزل. فالتواجد ديال الفراغات في قلب الوردي كيحقق لنا واحد نسبة ديال العزل الحراري وكذلك العزل الصوتي. هاتش ما تيكونش في ضال بلان. هو مش هي عزل نسبة مئة بالمئة يعني اذا بغينا العزل لنخصنا نديروا مواد العزل او نستعملوا دا كل نوع ديال الوردي اللي كيكون في قلبه البوليستر العازل. ولكن تحقق لنا واحد نسبة ديال العزل. اه كذلك من الايجابيات ديال الوردي انها واحد ضالة اللي هي خفيفة. اه دي كلاشارج او دك تقول اللي كيكون ديالها كيتوزع على البوترينات على البوتو على الحيوطة يعني كيكون واحد تقول اللي هو متوزع عكس اه اللي كتنزل مباشرة على السواري وكيكونوهما اللي هزينة. ويلا بغينا انحدو السلبيات ديال الوردي. فبالرغم من كل ايجابيات ديالها كتبقى واحد ضالة اللي هي ما ما صحيحاش. ما عنداش ديك المتانة وديك القوة وديك الصلابة اللي كينا في ضال بلان وبتالي الجودة ديالها غتكون اقل. اه كذلك الشكل نهائي ديالها تيكون مزوينش. يعني يكفي انكم تدخلو لشي دار وتشوفوا السقف. غتلقوا انا داك الشكل اه نهائي اللي كيكون في ضال بلان غير محبب. وضروري نغطيوها بواحد الفو بلافو ديال القبص باش نغطيو العيوب. عكس ضال بلان اللي كتكون قوية متينة صلبة كتحمل اوزان اكتر وكذلك الشكل نهائي ديالها تيكون مزيان. اه لدرجة ان بعض المهندسين تيفرضو اه ضال بلان فقط على قبل اه داك الشكل نهائي ديالها اللي ما كيحتاش ان انا نوضعوا واحد الفو بلافو باش نغطيوها حد متلا في الوردي. اذا هدا هو السلبيات اللي كي ينفضلات ديال الوردي. اذا نظرا لكل ايجابيات اللي شفتوا معي بالنسبة لضال الوردي. فاغلبية الاقامات والمباني السكنية وكذلك المنشآت كيتخدموه بهاد الضالة. اه الا في حالات مثلا لك كانت شي شركة او شي معمل غيكونوا في واحد الالات اللي هي كتار واحد اللي هم اتقالين. ففي الحالة ضروري انها نخدموه بضال البلان باش نضمنو ان ديك الضالة غتزلنا ديك الاتقال اللي غننزلو عليها. اه كذلك في بعض المرات كيتم المزج ما بين ضال بلان وضال الوردي. فمسلا في الاقامات السكنية. غالبا الوروزات والبالكونات تتعطيهم المهندس ديال الحديد يتخدموه بضال بلان. يعني ديك الجزء اللي خارج على الضار يتخدم بضال بلان. باش هكا يكون عندهم واحد السلابة واحد القوة. اه اذا كخلاصة بالنسبة للضالة ديال الوردي عندها ايجابية اكتر من ناحية سرعة العمل خلاص التكلفة وكذلك العزل الحراري اللي كتقدموه. ولكن كتبقى الجو ده والمتانة والصلابة والقوة وكذلك الجمالية لضال بلان. اذا كان هاد اول فيديو ديال اليوم اللي كانت مني يكون مفيد ويكون الاعجاب ديالكم. لا اعجبكم كما العادة ما تنسوني اشمال لايك شجعوني بها. اه الاك انتوا اول مرة كتشوفوا القناة تعجبوا بالمحتوى ديالها. اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بفيديو جديد. قدمتم في رعاية الله والى فيديو قادم ان شاء الله مع السلام. اشتركوا في القناة